لم يترك الحوثيون مسافة متر واحد بلا ألغام فزراعة الألغام باتت ثقافته التي عرفوا بها في كل المناطق التي يسيطرون عليها ويكاد لا يمر يوم إلا ويتعرض شخص لفاجعة جديدة بسبب الألغام وضحة يعني فيه كثير منهم من توفو منهم من جرحا ومنهم أندحر الحوثيون من أكبر المناطق التي سيطروا عليها لكنهم تركوا وراءهم ما يمكن أن يوصف بحق لألغام مجزأة وآلاف من العبوات الناسفة الفردية يعرف المتخصصون في الجيش بعضها أنها ألغام مضادة للدروع عثروا عليها موزعة في الجبال وعلى جنبات الطرق وبين البيوت بغية عاقة تقدم قوات الجيش الوطني غير أن فرق الهندسة التابعة للجيش تعمل جاهدة لتطهير الأماكن المحررة رقم ما تواجهه من صعوبات تكنية وزمنية كانت تقدم كبير جداً في الفرضة ولكن المناطق المحررة المناطق الصافية التي نقوم بتطهيرها من الألغام والغذائف المتفجرة وكذلك لتوعية الأهالي وتوعية البدو من خطر هذه الألغام حتى لا يقع فيها نحن علينا مهمة كبيرة جداً وعلينا ضغط كبير جداً في نزع الألغام والفرق يعني منهكة لمنزع الألغام لأنها فرق كثيفة والألغام كثيفة جداً تعتبر الميليشيا الألغام سلاحاً استراتيجياً في حربها غير مدركة أن ضحاياها مواطنون ومدنيون أبرياء وما يهمهم هو وجود الضحية لا من تكون وأصبح المواطنون العائدون لمناطقهم عقب تحريرها من الإنقلابيين أكثر الناس عرضة للموت بتلك العبوات القاتلة ولا يزال الناس يتذكرون هنا في وادي حريب سقوط ستة أطفال وثلاثة نساء بهذه الألغام التي زرعتها الميليشيا بينما بثرت أعضاء آخرين وتبقى فكرة الميليشيا كما هو معهود من خلال هذه الآلة تصدير الموت للحياة خليل الطويل كانت بالقيس